أعوذ من الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالفجر وليالي العشر والشفع والغطر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه نزقه فيقول ربي أهانا كلابا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَلَكَّرُ الْإِرْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُوا يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوْثِقُ وَفَاقَهُ أَحَدٍ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَازِيَةً مَرْضِيَّةً فَادُخُلِ فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي